الانجليزة الافريقي وفشلت في الحفاظ عليه طبعا بعد خروج السينيغال بطال افريقيا الفين وواحد وعشرين خروجه بركلة الترجيح وليد الراجراجي وتصريحه حول خروج مصر اثار عديد ردود الافعال المغرب جنوب افريقيا دون نجمية الفريق موريتانيا ونهيز الحلم في كأس افريقيا الومم واسماء عديدة مرشحة لتدريب منتخب الجزير مدرب المتخب السابق يدرب وفاق ستيف الجزائرية والجلسة العامة الانتخابية للجامعة تفسيري كورت قدم تم تحديد موعدها سبورشيك مصراتي ماضي تاثا مرحبا ايفام سبورشيك معكم امين جلانزا نور في الاخراج يهب وإيمان في اليفام تي في وماما الوستيتي وماما القربي في السوشيال ميديا ويحضر معايا نجم الضاحية الجنوبية خريجة المدرسة الالمانية كابتن خالد حسني اهلا وسهلا بك مرحبا كأس افريقي للأمم بداية تخنى في الربع نهائي اليوم اخر نهار في ثم نهائي تخنى في الربع نهائي قلت المباريات الريتم طاح شوية انا ديما الدورة الاول يعجبني اكثر كابتن دورة الاول مباريات وعديد المباريات نشتفرج فيها في النهار المناخ الحرارة ارى هل معقوله؟ الفينومان اويدكس ايضاating ملاعينيش هايطان تبا باون شينيه كاتر ما تشب بنفس النسق وبنفس الاداوة وبنفس الكذافة في في ذل كل هاته المعطيات بنعرف انو انت ضد كأس فريق المام با 24 فريق نعلم تتحبذ نصف 16 16 ربع نهائي نصف نهائي وبنية الكأس العالم 16 حتى كأس العالم 16 عوي بي اسمع مايك تسترق تمشي يا كمتل منوتاو 48 شنو ماكشف تفارش فيها لي اسماري تريفاي كمتل رياضة وعمل بكل احترام الأليا الرياضة وعمل أحياته باحترام كابتن كأس العالم ليه كأس العالم لا شو كأس العالم كابتن شو 48 شو ماعنت راوي لم يمشيش كأس العالم راي كم يقول زيري حشومة كبيرة هتو نشوفو كابتن معنا ناميبيا وغينيا الاستيوهية هتو نشوفو كابتن من الزفة المقابلة الضاحية الشمالية هو نجم ايضا في منطقته منطقة الضحية للشمالية للمرسا مستقبل المرسا دربه في التجربة ما دامتش برشا مع الاسف عب ستار موسى اهلا وسهلا بك مرحبا اهلا بك كمين اهلا بالكبتن وبكافة مستمعية اي افين حتى في كيجالي نجم رك محبوب في كيجالي في كيجالي اكيد التجربة ما تتعودش رواندا في حد ذاتها ما تتعودش تبقى مع انتها ميموار معانتها كبيرة برشا هاي رواندا البلاد اللي تطور برشا خاصة على مستوى الرياض على مستوى البنية التحتية المتوفرة والموجودة في كيجالي وحاجة اخرى اللي هي بلاد منذيبها برشا بلاد ايكو ما يستعملوش البلاستيك استعملوش البلاستيك الدخان ممنوع في الشارع كل شي معناها متطور التكنولوجيا متطورة غاديكا يتخلص بالتليفون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا احضرت وقتها في بريود الكوفيد فما بلاتفورم ليستسجل فيها واختياش بش تاخو الفاكسا و chegaش بتعمل التست ربيد كل شي موجود ك genius عم loop جس Angel talky we love it with the online moyenne اش اسمه الرفادي هو اللي كان بين تست leak في من الرفادي وفيز ان الي هو والله هو من مصطلحات الكوفيد ومنذكريات الكوفيد en شاء الله انشاه الله انشرت انوه والله انهيت الى Och awaminos لا يعني نحكيه عليه. حسي وليه علينا قد نهار بش يطلع والله. والله نسينا. أنا بدي نسيتو. عقدة حامل اللقب. بعد نخرج السينيق. أذيك اللي فيه تعال. تعال بكسان. نسي. غلبي حتى. عنده تداعيات على الصحة. مش يناقل. عنده تداعيات. صرت أمراض جديدة. خاصة أمراض القلب الصغار. كل حاجة كل دواء عنده. بيسير. 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 نصبه بيتيير. كبت المصطلحات هذه. بيسير. كبت المصطلحات. بيسير. وانا ما نعرف. بيتي تقل. نعم. وقت تحامل اللقب بعد خروج السينيقال. كان كان مع إريج الحمرو. انتخب البلد المضيف. أنهى حلم السينيقال. وأقصى صاحب اللقب الوحيد في مسيرته. اللي هزته في النسخة السابقة. وبهكا نحكيه على عقدة حمل اللقب اللي تستمر في الكانب عدم تجاوز دور السلتاش منذ 2010 في كأس أمم أفريقيا. مصر فيست بلقب نسخة 2010. وما شاركتش في الدورة اللي ينبعد في 2012. اللي شهدت غياب أربع منتخابات عريقة أخرى. واللي هي الكامرون، نيجيريا، جنوب أفريقيا والجزائر. وفيست بها زامبيا. واللي هي زادة لحقتها العقدة. وما شاركتش في النسخة التالية. في 2013، نسخة اللي فيست بها نيجيريا على حساب بوركينا فاسو. ولكن المرة هذي زادة، صاحب اللقب ما يشاركش في الكانب اللي يبع. في 2015، الكوديفور تفوز باللقب بضربات الترجيح على حساب غانا. وتلحقها لعنة حمل اللقب، وتخرج من دور المجموعات في 2017. الكامرون في 2017 تفوز بلقبها الخامس على حساب مصر. وتقصى في نسخة 2019 من دور الستاش زادة. على حساب السنغال، الجزائر تحرز اللقب في 2019. واللي هو اللقب الثاني لها في الكانب. والبقي تعرفوه، الجزائر تخرج في نسخة 2021 من دور المجموعات. تحية الأريج الحمروني كوديفور كابتن. وتفوق على السنغال بضربات الجزائر. وتفاجأت بخروج سنغال أو بمرور الكوديفورك. والله إلى هذا، لهذا مبارد كرت قدم. فالاخر أعطت الكوديفور ولو أن في الآن زيروا أكيبة كبيرة كما سنغال ولعبين كبار. يعرفوا اللي بعد الآن زيروا فاكل عشر خمسة دقائق. تنفور انتاع كيزمك يفو انفونسي لكلو كوماندي. معنا جيت هذا باش تنهي المبارات. فهمتي ولا لا؟ ولكن خلينا نقول وانا مبارات من وزن الثقيل. حقيقة وزن الثقيل على المستوى الفردي. ومستوى للدويل معناه. مش نستعرف دويل فوق اللوتا تاكل كذا. وهو زد على ذلك نزيدهم زد القيمة الفنية لكل لاعب. تبقى كما قلنا أن الحرارة وكذا ما خلتهم الشكل نسق المعطية يلعبوا به. بالرغم من هذا يرينا مبارات في مستوى محترم. كانت مباراة جمعة دو جيان تاع افريقيا. مستوى جلوز عمالي ليكون القدم الافريقية. وفالاخر معناه شو كيفاش. وقت قولوك برا يكون القدم فيهي ش حقيقة تتغير من نهار نهار. ثلاثة ايام معناها الجورية بشاول الجورية يحبوا يضربوهم وعسكر وخايفين محاربة أهلية وكذا معادلة تغيرت فهمتي بعدياش تغيرت معناها كل شي جائز كما يقولوا ان فوتبول سافاتروفيت ما تعرفش عن دانيا فهمتي ولايه معناها من الحزن والأسايا وكذا تتعدى تولي فرحة ديك الدانيا كب في تسعين دقيقة فما بعض الاحسائيات حقيقة مثيرة للاهتمام عب ستار السينيغال ممكن أول مرة في المسابقة يدومينيه فريق آخر معني على مستوى مثلا نمتلك الكورة الكوديفوار كانت عنده نسبة أكبر 57 بالمئة على مستوى التمريرات تلقى الكوديفوار أكثر التمريرات الكوديفوار هجمات أكثر 163 هجمة في مقابل 96 فقط للسينيغال هجمات اختيرة 56 لكوديفوار 40 للسينيغال في مستوى الأرقام كوديفوار كان أفضل دون منازمة هو الحقيقة أنا سمعت فما ديكلاراسيون عملها واحد سينيغالي في راديو فرنساوية قبل المباراة قالوا لهم كان السينيغال تفوز على الكوديفوار نجيكم من داكار الباريس على سقايا قالوا له إذا ما أنت تأخذوا هالتحادية ذي قالهم نأخذوا نسيكنا ذي طوي بسرسيل ويمشي أربع شهر رائع نعم مش مشي 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 بالعاكس هو قالوا كان السينيغال تترشح على الكوديفوار نجيكم من داكار علش الثلاثة أسباب قالوا نمشو هستوريكمون السينيغال ما تفوزش على الكوديفوار هو آخر خمسة مواجهة ما تفوزش من خمسة وستين وستين ما تفوزش ممكن ثاني حاجة السينيغال قالوا ما عمرهم ما تفوز على أم بيار أورغانيزاتور في كأس أفريقيا ونمشو بستاتيستيك كناخذوا نحيو لما تشاميكو نحيو الشل مباراة تلفين واربع الشهيرة لكوب دافريق الكل السينيغال عموره ما فاست على كوديفوار هذا ما نحكيه وش كون سور بابي خير وما نحكيه وش حتى لقيمة فانيه معناها بالتاريخ باللي تحب عليه الكوديفوار دي ما عنده أنا صندوق على السينيغال البرح أنا شوفنا انه لانتا متاع الماتش البيهة اللي عملتها السينيغال المبونت واللي تمركي على بكري وشوفنا حتى في الماتش اللي تعديه في الكوب دافريق هذيه الفريق اللي مركي من الأول مباعه تلقاه دوميني ويتيح لرندمان بتاعه وما تلقاهش بنفس النساق البرح ممكن سور بابي راي السينيغال مستسهل الكوديفوار لانو مايور تروازيين معناها الحقيقة الماتش الخريني بكات زيرو انترونير يخرج اللي صار في البلاد بكله دونك الكوديفوار ضد السينيغال حتى حد ما كان يتصور انو باش نلقاه معناها المبارات اللي شوفناها هذي أنا عندي سئلت سويل الكابتن قلت له تفاجئت ولاي ممكن مفاجئة الناس كل تستنى ان الكوديفوار فاما ريكسيون مين ريكسيون بالطريقة هذيكة بالروح اللي ريناها توس الانتي تدومين معناها السينيغال بالكيفية هذيكة وتواصل حتى في الاشوات الاذافية والمستوى متاع الكوديفوار كان مستوى متميز الحقيقة ماتش من احسن مباراة اللي شوفناها اليوم في كاس افريقيا واكيد بش يعطي دفع كبير من لابيت الكوديفوار لتحقيق اللقب معناه كاردو فينال يقول لك انا كاردو فينال نربح نقراوحي دومين نقراوحي فينال قدام جامهيري قدام الالاف من محبي الكوديفوار نتساوب شكوه حتى المنافس متاعوا ما وش المنافس اللي يذوي جوكروها يعبر الكبير معناها صعيب الكبير صعيب الكبير ما بالحضور الجماهيري بالدفع المعنوي هذا كل ما تشوف شماء أسبيب أخرى اللي مثلا خوروش قاسي اللي السينيغال عملت تروى ماتش بلا 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 برما سويتوا والماتش فاكس خانة ونسق وجري واحد وكذا الكوديفوار ليه الكوديفوار سامحني للتصحيح عب ستار الكوديفوار ستواجه الفائز ما بين مالي وبوركينافاس بوركينافاس الكوديفوار ليه الكوديفوار كانت فيه بوزيسيون أطنتيس معناها ما مشيتش ما ما بدلتش طاقة كبيرة الاسوبي الواحد اللعب بالنسبة لينا الكوديفوار بديت اللي كانت تيح الماتش هذا الأخرى بديت عندها تيتاماتشويت هذا هو معناها تفكيري وفم تفسير آخري يقول لك أنه اللي كانوا هما النوات واللي هما شدين السينيغال كما ساديو مانيكو ليباليح حبيب ديالو مندي وترحة هذو من كلهم ما عاش يلعبوا في مستوى عالي بشاول السعودية منديون لا 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 كريسيانو رونادو قالوا مخير مليجام ليه ليه كريسيانو رونادو مرخرة ما نجمانتو كذيو يجب أن يتلعب مثلا دورتموند أو بييرن تلعب الأبهى والنصري خلينا كل صراحة من خلال العزيز من هذا هو معناه المنظر الذي يخذوه المحلين في أوروبا معناه والاستنتاج انتاحهم بالنسبة لينا صحيح والاستنتاج الذي يمشي لكود ديفور على دومبيا وكيسي وسان غريف وفانا فرانكيسي من بارسلون سايب بارسلون ومشي من من تشلسي تمشي لأبا ميجيش مبا مفاما النبو مشي لكن البرح عمل سنك شنجمان برافورة لإيكيب متى غاسيت اللي بدل خمسة معناه ها ولوجي لإكسperience أكثر ومبعد عمل لشنجمان عود دا كيف كيف جون لوي غاسي ليتقضي دولي مياه عمل سنك شنجمان معناه ما ربي فهمتش بلاتي اللي خرانين فهمتاش كيفاش القول عمل لها كيف فهمتاش على تجابة ليتا موريتانيا رابع منتخب عربي وغادر كأسفريق الأمم يتبقى منتخب عربي وحيد يمثل العرب في كأسفريق الأمم ولو أنه وليد راق راقي عنده رايخ بعد نحكيه على تصريح وليد راق راقي موريتانيا البرفورمانس المردود المباريات اللي عديوا موريتانيا وخاصة الانتصار ضد منتخب الجزائر يعني هزم ضد الكفير بضربة جزائر في دقيقة 88 لحقيقة منتخب موريتانيا كان من بين المفاشئات السار دي كأسفريق الأمم كبت وانتهت الرحلة وانتهى الحلم لا رحلة لا الحلم مازالوا يحلموا مازالوا يحلموا وجدوا الأمير عبدو هو بداية الحلم مازالوا ما جدوش رسميا عندهم برنامج مسطرين وستراتيجية وماشيين مع البرنامج انتاحهم بدون الأخذ بالاعتبار النتائج المسجلة يهمهم مش في النتائج وقد عندك أنت برنامج وعندك مرحلية البرنامج هذي يزمك تحترم كل مرحلة معناه ما تخسرت وربحته ومش تكسر الدنيا كله كمعنى وما عندهم على ما سمعته برامج وكذا وستوين دي سيزيون تريساج معناه أعطيهم الصحة بخطر العمل تع المدربة داية التثمينه من طرف الجامعة وليس من طرف الليجان أو من طرف الأحباء أو من طرف الأصدقاء لأنه أنا تبعت شوية لا نحكي عن المسيرين في موريتانيا نحكي عن الرأي العام والجماهير فما غضب على أمير عبدو بعد المبارات الإخرانية ويحملوه المسئولين وما هزش نوتراري دلاتيرال درواء معناه عشيرة هذيك وفما في البطولة نحكي لك اليوم ما يتأثروش المسئولين بالأراء متاع العام مش كيف نااحنا المسئول يتأثر بشنية يتقال في بلاتويت وشنية يتقال في الشرع موريتانيا تعرف شنية قاعد يعمل أمير عبدو العمل الكبير وعندهم ديز أبجيكتيف فالانتيرا ما هم شو يغزروا اليوم لهنية شنية بش نوصلوا موريتانيا قاعدة تخدم لحقيقة سلطولي بلات قاعدة تخدم في منتخبات الشبان تحكيم أيضا نعرف حتى عندي معناها منطقة صديقي ممكن يريني في اليو فانتايا وقاعدين يعمل في دي فورمشيون البرة وقاعدين يمشون في دي ساعة تهاية ليه ناس مزوغي ونأكدوا أنه بالحق الاتحاد موريتاني قاعدين بالشحة وبرك الله فيهم تتمنم خدمة كبيرة وفهم تتطور على جميع المستويات ونشوفوا في حكامهم معنا الحقيقة ممتازين لحكام موريتانيين أن نشوفهم على الساحة الأفريقية بعد فاصل مش نحكيه على وليد دراجراجي تصريحه حول مصر والعروبة فاصلوا الرجعين هذه سبورشيك مباريات اليوم ستة مالي بوركينا فاسو والمغرب جنوب الفريقية مع التسعة في سان بيدرو وليد دراجراجي البارح في المؤتمر الصحفي ديسبق مباراة جنوب الفريقية كان حكيه على انسحاب مصر سألوه على انسحاب مصر شنوه راي وقلوا حكيه على مصر وحكيه على العروبة في انتظار أنه تصريح يكون حاضر تصريح وليد دراجراجي مدرب المنتخب المغربي اللي تم إلغاء العقوبة في حقه بعد مباراة الكونغولي مقادرتية والاتحاد الكونغولي كورت القدم كابتن بشي يمشي للتاس هذي آخر الأخبار شي يمشي للتاس وقالك أنه إلغاء العقوبة غير مباراة نسمع وليد دراجراجي شنوه قال على مصر بيرح في الندو الصحفي بعد على المسار تقسات أو لا تقسات باللغة ديالي من عفل أن قد نقولها الحق ما رجيش نقول العربية ديالي ما تزلقش تقوله مه سهلا 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 يمشي لتحسب كابتن وكما تزلقش أنت كنتم من مجرد ومعني العربية ومعنى سهلا 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 ومعربية ومعنى سهلا سهلا صورة قبل أساس سهلا 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 مغربين، عربين. La réalité, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. Et quand je l'ai dit قبل la Coupe d'Afrique, on me disait qu'il y a un favori. La réalité, c'est que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, sont éliminées et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et ne pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous sommes dans notre mission. Comme je le disais, depuis le début, nous sommes en mission et nous concentrons sur notre mission et que sur nous. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais après la conférence, il m'a dit qu'il n'a pas d'échecule. J'ai eu des rêves. J'ai eu des rêves. J'ai eu des rêves. J'ai eu des rêves. Mais le capitaine a dit qu'on a pas d'échecule. On va jouer à la Coupe d'Amérique. On va jouer à la Coupe d'Amérique. Non. Dans le debate. Aujourd'hui, on va jouer à la Coupe d'Amérique. Bien. Sol! C Sans qui vaut la Coupe d'Amérique. plus rappeler Quelque. C, c'est cepruch, dans la Coupe d'Amérique. Non, mais nous avons besoin de la Coupe d'Amérique. لا أكل لكذا وانت بعدك عشر كيلومتر ما تضغطش على السهاينة ذو ما باش دخل شوية ماكلها تاني عروبة يا كبتر وانا قلت على المغرب قلت المغرب تمثل المغرب وليس العروبة ها نعودها سيدي لا أكثر ولا أقل وذي فخر للمغاربة اللي وصلوا دمي فينا ليس لهم أي سيلة بالعروبة لا أكثر ولا أقل شو معنتها عروبة المغرب كي سياسيا عملت اتفاق مع كذا ما جاوش ناس كل ضدها والجامعة العربية وكذا بعد ثلاثة شهر تفهم حاجة انتي هلا للرأي العام العربي المريضة ذا كان عاونتو كان معناها عاونتو أخوانكم الفلسطينيين مش خير شدي في الكورة والعروبة هو عروبة أنا معاه أنا معاه إذا تونس تربح كاسفريق تواسى هوم اللي ربحوا كاسفريق وليس العرب ها يكترش من هك هذا يا رأيي ونعرف أن ما شمعت العروبة وضدي ونولي أنا كافر ونولي كذا ولكن أنا كافر يا كابتن ما متخدناش حنا في الكفر وفي الدين أنا كابتن أنا تونسي وقفت خربي ما تونيزيانيته لكن كابتن أنا تساند الجزائر وتساند المغرب نعرفトساند مصر في المحافة الدولية وموريتانيا كل تساندهم ما عندي ما نساند كابتن ما تساند حد ما تشجع أحد ليه مع عندي إشو إشو مش نساند ما تحبش المغرب مثلا تربح ألمانيا ليه لا برحولها تفرح الليها كهو عندما تسيرد هما المغرب إذا ربحت ربحوا لروحهم كابتن هما شغلهم هما التطورت على الكورة هما لوصلهم غديكة شغلهم هما مش أحنا مش العروبة ما دخل العروبة في تألق المغرب وصلت دمي فينا ما دخل العروبة نجمنا كابتن جيوبك لا يجاوبني كابتن العديد كابتن من الجماهير العربية سيندة المغرب في قطر سيندة كابتن في الربع نهائي في الثمن النهائي دخله مع المغربة معناه شفت توينسا شفت زيرية شفت مصار أنا أتكلم فيك في العروبة نحكي لي كان على الشعب البسيط والجماهير كابتن اللي تساند مثلا المغرب ضد منتخبات أوروبية ضد منتخبات حتى إفريقية من جنوب الصحراء فما كابتن عرب فما توينسا فما مصار فما جزائريين كانوا حاضرين في مدارج الملاعب مثلا في قطر وحتى في كأسفريق الأمام المغرب مثلا يلعب ضد كونجو ديمقراطية نجم نطلع لك أنا أشقاء من مصر من تونس من الجزائري سيندو الله لا لا أنا أنا أحكي غالب أنا أتكلم مع الدماغوجية أنت على عرب وعرب وعروب أنا ممشيش سوعة أنا مشيتش غاديكا مشيتش للشعوب وإرزمون فما شعوب اللي معناه هما مضامنين قلبا وقالبا مساكن مع القضية الفلسطينية يوضح وضح كابتن لخدر شكل تأويل تصريح ما عندي ما نوضح الحب يسيب يسيب حاجة أخرى أخوية توافرأسك توصل توافينان مش يقولوا معناه هولندا معاها لا مش كيف كيف الروابط أكثر في العالم العربي روابط أكثر ما فهماش روابط يا ناس مدام الخيانة العظمى صارت لإخواننا في فلسطين ليس هناك عروبة ليس هناك عرب لأكثر ولا قد عبس أنت رأيك في تصريح وليد الرجراجي ولي قالوا على وليد الرجراجي مشيب ما قلت شاكان بورسواديو بورتوس خلنكونوا واضحين وليد الرجراجي مش يستعمل في المكياش لأنه العباد الكل اللي تحكي على العروبة وتحكي على الأخوة وتحكي على الجيران وتحكي على الذهم الكل الكل هم يعملوا في السياسة في الدبلوماسية لأنه حاجة اللي يقولها في المديارة وهذه كما هيش الدخلين يمتيعوا اليوم رأوا مدرب إيراني في المغرب من مصلحته أنه مصر ما تتعدش بيش توصلوا لنصف النهائي بيش ما تقابلوش كل فرنساوي من مصلحته وليد الرجراجي بيش يتأسف على المصر والله بني عارف حشان بيش يقولك أنا ماذا بيا مصر ما تتعدش ايباني عارف تتحدى الكونغ وتتديني الكونغ في نصف نهائي ايي يتخل لك يعيني الكونغ في نصف نهائي وما يعيني إييش بمصر ولا معتها في الكرة طوى في هذي شا ندخل الأخوة وشا ندخل العروبة روه اللي يجيه قول لك احنا مطلعه معناه هاي هي العروبة وهالوحدة فاي استعملنا هيش في خارس كورد الهتم هو بالضح هو ماجه في اثنيته مصر هو معناه مشكلة مصر متعني حلولي دراج راقي وعليش احنا مانيزنمشن شيطنوه هذي ولي دراج راقي لبعاها العروبة ومش عروبة هو اليوم يحكي يعطيه الصحة روما يمكياش. عالكل. غير ويتكلموا بالمكياج ويحكيوا عالعروبة وما يقصدوهاش. راي كلها كلام شعبوي ويعملوا في الشعبوي. من داخل انو انا. كملنا. خمسة واني. خمسة واني. ايه يلا. اهو طو مش تزيد معناه مش من الخر بالكل. اهو تحسم الجدل لي? لا لا باش الجدل بالنسبة لانو نعرف ما يكون الف مليون مي مطقنيش. اخويا انا عروبة. الشمال افريقيا كله امازيغ وكله بربر. اصل الاصيل تاع الشمال افريقيا بربر وامازيغ. واني. واللي يحب يفهم. يحب ميفهم. لا يا كابتر شو شو عايشك عايشك عايشك. شو؟ خلينا يا اخويا خليها العروبة. انت عروبي. من عرش يجب ان نعمل تستاذيان كابتر. ربي معك. ربي معك. انت جمعت قديمي عملي في فلسطين. قلتك يجب ان نعمل تستاذيان بش نعرف اصولي. الف مي بي ومرأة تموت ولا واحد معناه ينجم كذا. ولا واحد ينجم يعاون مع الخروبة مش العروب. يا كابتر انت في فورما اليوم. انا بنجمكش اليوم. انا نجب سنجاريك كابتر. وما ضد النفاق اذي اخويا بيسر نفاق. المغرب الافريق جسود. جنوب افريقيا. الافريق جسود رابب الله. ماش سود افريق اسمها الافريق جسود. يعني جنوب افريقيا. ساوث افريقا باللغة الانجليزية. خطر يتم الخلط حتى ساعات. فما بعض الزملاء وبعض المحلين يقولوا سود افريقيا. اللي هي عبارة غالط. المغرب دون زياش. ودون بوفال. تأكد غياب هذا. بوفال انتهت مغامرته في كأس فيق الامم. ليسابة عضلية. زياش سيكون غائبا على مباراة الليلة. من التسعة في سان بيدرو. المهمة لن تكون سهلة لمتخب المغرب ضد منتخب. مكون من اغلب عناصر يعني يلعبوا في سانداونس يلعبوا في جنوب افريقيا. والغيابات هذه اكيد ستؤثر عب ستارة على مدخب المغرب. اكيد وقت اليوم تخسر انتي معناها كل وار اليمين وكل وار اليسار متاعك اللي اخر نزموا برايات هما لجوارتي تولير متاعك. اكيد انو هذي بشي اثر معناها على التركيبة متاعك. لكن شوف نحنا حتى في الماتش الكل متاع الفازة الاولانية. وليد الراجراجي شوط ثاني يبدل الخامسة مواش مسمعنا الخامس يبدل اللي دو جوار دو كل وار. اللي دو رالي يورو واللا تاكون يبدلهم. ما عندها يعمرش سانك شانجمان فاللي تروى ماتش. ديما ما يمسش معناها الوسطين اللي قدام لدوز اكسيو وما يمسش لاربع مدافعين. كل يوم اللي موجودين ينجي معاوذ كلابور اللي يعطيه بوفيل ولي يعطيه الزايش. هذي هو الكيسيون شوفناه في المباراة الأولى وقت اللي ملعبش بوفيل. شوفنا المردود متاع المنتخب المغربي. وش خلى الراجراجي انو يدخل بوفيل في مباراة الأخرانية متاع الفازة الأولانية. الحقيقة انا بش نراه انو هذي يأثر فاسة الي هي تلعب لجو تلعب لترانزيشان جنوب افريقيا. وفريق الحقيقة متماسك برشا فوما ديز اوتوماتيزم. وما هوش بوسيسيون. انا راني ضد اللي نحكيه على سان داوز ووسيسيون. لا لا يا حمود دي كمان اضد العربة يضد بوسيسيون. مهي. وما هيش بوسيسيون. فما عبارة اخر انا كان حب تاو الكابتن يكمل حاسها يحكي واحده. انا بشقول المهاجم الوهمي انا عبارة مهاجم الوهمي عبارة مفضلة عندك. انا كنت بش نحكي على راقراجي ما بدلش السنتينيل. يا اخي ما حقولتيش. عندك سنتينيل والمهاجم الوهمي. ميحمش السنتينيل. دي كورا ستا جو محليا جو بليزان فوتبول. ازان دي ناتوري اسو جو سنتينيل ومني وريوك ومنيش عارف. نحب نسلك سؤال في ما يخص غيابات المغرب هالواليد راقراجي. وممكن البودالي واللاعبين اللي بشي عمل عليهم في مباراة الليلة في قيمة بوفال وزياش. لان نحكي على عدلي. اللاعب ليفيركوزن اللاعب كابتن كان مؤثر مع فريق شاب يولونزو في البونتليجة. فما الزلزولي ايضا كابتن فما الخنوس من افضل اللاعبين في البوتولة البلجيكية. ثلاثة دومة كابتن نتصور انه مش شوفوهم اليوم مش يكونوا حاضرين. شو المغرب. المغرب جهزت نفسها. قرالي. قلتش انا. بتمشي الى ابعد الحدود. بتمشي الى ابعد الحدود. عملوا اعداد واستعداد بها. مشاول الوكيل مشاول تاحهم وحدهم كذا عملوا ديماتش عملكو. حتى البحر خذيوها كابتن هما في سنكترو. تحتوي الجهزية البدنية اخر ماتش فما فليشي سما. في التنسيون بالاخر ماتش اللي عملوه مع الكونغو. لازم مش يتعاود. ولكن. لكن كابتن بلاي خليني نتفعل معاك في ما يخص مباراة الكونغو. لو الكونغو كابتن فريق. اه. اندر ريتد. اندر ريتد. بالحق كابتن ما هوش قاعد يتحكي عليه. برشا فريق محترم. فريق عنده نجوم. فريق ممتاز. لان رشحه بشي يمشي بعيد. ماه انتي ترشع. ماهه. اه. وشاله يربع حقاً تمنى. ولكن المغرب نرجع المغرب. اذا ما عندك عوابل انتي بقبرة ليه. العام الاساسي. هو البرفوندور ديوبان. هي قيمة البنك اللي تنجم الدخل وتخرج. ما غير ما تخسر ليكيليبر. وما غير ما تخسر النجاعة التاعك الوجومية او الدفاعية. معناه اللي بشي ينزل. مش يقوم بنفس الدور وبنفس الاداة. سيناه احسن. انتي عندك عدلي عندك خنوص وعندك زلزول. لكن بعده مو ما شعنده خطر هو في المباراة لولا. كابتن. يخرج بوفيل وزياش يدخل في عدلي وزلزول. شكون بشي يبدل. لا عندك الاخرين يبداو. شكون بعد عدلي وزلزول. بنفس المستويه معتا عنده الستة. على كلورات بنفس المستويه. بعد عدلي وزلزول. عنده تماركلا بالنسبة لينا عنده. عنده مش لازم بشي تلعبو. تبدل شوية خطروا مواصفات اللاعبو. معني ناش ندخلوا في موضوع اخر. دونك خويل عزيز. بقى انتي كين عاود وقول. اذا سانداونس. نعمنا ذوت سانداونس. هكو لي. مين. وشت صحيح هذا؟ سانداونس. تقريبا الفريق مكون من أغلب عناصره في سانداونس. دقيقة اللونة الثانية الجزيري واحدة. خلي دي بولفار في الدفونس عليه. خطروا العقلية انتيحهم بورتي فر لفان. معنى بارداري. معنى من تاني. اذا احنا لقينا ديز اسباس. وعملنا لقينا ديز اسباس. معنى ولكن ما استغلناهمش. خلي المغرب بالتاقم ذاك اللي عندها البشري. والكاليتي تكنيك وكذا. با. با. انا عندي سؤال في ما يخص بوفال. كابتن في ثلاثين ثانية جاوبني. لو تسمح وليد رجراج. قال قال انا بوفال كما جايش عندي الحق نعيد سبعة وعشرين مليا. يعني ما عايت لوش. والعب دور مهم. يعني في ثلاثة مباريات حاضر. موجود. فما نوعا ما من التناقض. ممكن نعرش عليش. انا وليد رجراج يعمل على بوفال في ثلاثة مباريات. وهو قال كان ما جايش العدد المسموح به. معناه في القائمة السبعة وعشرين. راني ما نعيت لوش. واني ما كانت بشي عيت له. كان جايش عشرين. واني خمسة وعشرين ما نعيت لوش. هاي ما عيت لوش. ماذا؟ انتي هل تعتقد. أسئ تقدير بوفال رجراجي. ممشي جايو بك عاد. انتي هل تعتقد. ان هذا الفريق الذي تقلق في كاس العالم والراضح وكذاب. بل أحدة اللي عنده وذي. ينار ميد ودو جور دو فالور. هل تعتقد ان المغرب بش يقف على بلاي. ما يقفش. ما يقفش. لا أعتقد. تونس أي. تقف على واحد ولا اثنين. المغرب لا. المغرب لا. المغرب لا. سينيكال لا. دي فور لا. مم. قال حكيت معاه وقتلوا. وقتلوا. فهمتوا. بالضبط. فهمتوا. نحكيه على خروج ومؤثر ولا مش مؤثر. بقى واحنا. واحنا موجب بناها كاف الدرجة. بناها عيتنا الجزيرة. تاو هذي. هي أوليت بوليميك في المغرب. مايش بوليميك. مايش بوليميك. نحنا على الجليل القادري. كيلاعب الجزيرة. مسكين الناس الكل كيفاش تعايت له. وتلاعبه وعليش. والله كان من أحسن العناصر. هاي سينيكال. هاي. كوديفور. مالي. المغرب. وسط هذوم هالكل الفرق اللي يبقاهوا إلى حد الآن في المنافسة. ومشان المغرب يمر إلى الدور القادم. ترى أنه المغرب هو المرشح الأبرز حاليا للفوز باللقب. ترى أنه المغرب أقرب للفوز باللقب من بقية الفرق اللي اذكرتها. هم ثمانية المرشحين اللي اللي تخلنا بهم قبل ما تبدأ كيس إفريقي. بدأوا يغادروا من الفازة الأولانية بالواحدة 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 بالدوزيام تور مصر كيف كيف بدأت تغادر. السينيكال اللي ممكن كان هو والمغرب. زوس حاطينيهم واحدة بماش بش تخرج منهم. السينيكال خارج ضد كوديفور. ترشح ميورة الوازيام. ومخيبها الكان هذية إننا مع الكابتن. تشني واحد يخسر دو ماتش في الفازة الأولانية. يتعدى ميورة الوازيام يربح الشمبيون دافريك. للخيراني يبقى روحه هو متعدي. وهو ما يسحقش مش استحقاق. السيستيم مش عادل. مش عادل حتى ترف معناها الحقيقة السيستيم هذا. أنا سور بابي المغربي نجم. سور بابي ما عاش نمنو في الكوبدا أفريكا هذية. ما عاش نمنو بالسور بابي. هالواقع متاع التيناء والملعب. وقالينا نشوفه في موريتانيا أخرى نشوفه في كونجو أخرى نشوفه في كابفير اليوم ما نعرفه هايش. المغرب تيني يربح يوجه الكابفير. معانت هاليوم ما عاش نجم تتوقحهم سور تيناء. الكونجو نجم توقف المغرب هذية اللي يقولنا احنا المغرب سعيب انه يقف قدام أحد. باللاعبين اللي عنده. لحقيقة سور بابي المغرب هو اللي بيش هو الفافوري. لكن لكن حقيقة الميدان حقيقة أخرى لحقيقة. كابت. هو المغرب من بين المترشحين البارزين لينين الكأس. ها دي بريتو عضا. ما فماش معناها مرشح. المرشح البارز هو اللي مش يربح في اللقاء. محل ما نعرفوش. كما قلنا ان كورت القدمي عالم غير المتوقف. ويبنينا حلوه. بات فيريتي. بات فيريتي. بات سيرتيتويد فالفوتبور. هنا يحبوا يععملوه إن سيانس. هذا كالاب تحت ذاك. الاخر يمشي مغادية كاينها واحدة. بلاي ستيشن وتعب 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 كوري. كامتن نيجيريا انجولا. الفئس بين نيجيريا وانجولا يواجه الكابير أو المنتخبب اللي بشربح بين المغرب وجنوب إفريقيا. الكود إيفوار سيواجه الربح بين مالي وبوركينا فاسو والكونغو ديموقراطية يواجه غينيا. كونغو ديموقراطية يواجه الريبح بين كونغو ديموقراطية وغينيا. ما هو الاستنتاج التاعي؟ كنت تقول فيهم الكل. ما هو كنت تقول فيهم الكل؟ هي اسمك إفريقيا وقتل الأثاريقة ولو نحن أثاريقة. الأثاريقة جنوب الصحراء. تحكين. ساحية. قعدت كان المغرب. لا. في شمال الصحراء. مغرب يحارب فيهم. يحارب في أفريقيا جنوب الصحراء. تقول انت تقول نيجيريا. تقليديين على كأس الفريقيا كابتن. عمريكا كنت قدم في فريقيا. مع شوية مش نحكي على المنتخب الجزائري. الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الخضر أو محاربي الصحراء. أو الفينيك كما تشاءون. عنده عديد الأسماء. حيوان. المنتخب الصحراء. بعد شوية يلا. بوليميكا كابتن في الجزائر متوازلة. فيما يخص جمال بالماضي. ومطالبته بالمستحقات المادية. محمد وضاحي مبين سبورتس. أصدر تدوينه كابتن. وكتب تدوينه على وسائل التواصل الاجتماعي. قال أنه فم بعض الأطراف. تحكي على حاجات ما فمش منها. فيما يخص مطالبة جمال بالماضي. ممكن والمسلسل مع وليد سادي. حيوان. فم عديد الروايات. إلى حد الآن مرينيش رواية رسمية. معناها من جمال بالماضي. أو من الاتحاج زيري كور قدم. حتى حتى تفهم ما تكلم بخلاف. التويت متاع. وليد سادي. اللي يقالوا أنه كان عنده دور. في هذا الكل. يعني جمال بالماضي. يقالوا أنه تغشش كابتن. ورفض وقتها الاستيقالة. وطالب بكامل مستحقات. وذي اللي قالوا محمد سليتي. به. يقالوا زي دا أنا من مصادر. يعني سادي حكاية مع الملعبية. في كأس فريقيا للأمم. لعبية مدخبة للجزائري. والكمبيتشون مزال التلعب. وحكيه على جمال بالماضي. وقال أنه بشي نحي. وقال أنه ستتم إيقالته. وهذا كل. وهذا زد أماء أثار استياءة جمال بالماضي. يعني واضح. الكلمة اللي قلت وانتي كابتن. نرجع لكلامك انتي. وقلت أنه العلاقة بين سادي و جمال بالماضي. متوترة. عليش. متل أسباب. عليش. الأسباب أنه وليد سادي قربت وعليقة بأطراف المعادية بالماضي. سادي هو الأيمن لي راو راوى. وراو راوى ما يحملش بالماضي. وكان ضد عينه على المنتخب بداية. نعرف أنا عندي مصدر صاحبي. صحافي جزائري هو اللي يحكي لي بداية كل. وصادي عمل كل شي. فما عديد الأشياء تحاك في الكواليس كابتن. ومزلنا التوى ما عنيش رواية رسمية. من الانتحاد جزائري. بالطبع من الانتحاد جزائري كل قدم أو من جمال بالماضي. ولو أنه حفيظ دراجي يعتبر مصدر وصور سفياب الكابتن. هبت استاتيوب فيما يخص مطالبة جمال بالماضي بالمضحقات. عليش كيفيش جمال بالماضي التفق شفويا ممكن على الانتحاد جزائري كل قدم. على استقالته بعد تراجع. الحقيقة مهم. فلوس فلوس فلوس. هي القضية هي الملفة بين جمال بالماضي والانتحاد جزائري كل قدم. لو فرضنا في بلاس جمال بالماضي مدرب أجنبي. يخلصوه لاخر فرنك الستة وعشرين. صح ولا مساح. صح. أخويا إن القوانين والعقود جعلت لي تطبق ولي تحترم. بالنسبة لي يا نيراني. مصدر. ما دام كابتن ما حتيت لهش كلوز انتي في العقد. وقلت أنه. وقلت أنه الجمال بالماضي يلزمو يوصل لنصف نهائي كأس فريق الأمم. سينو العقد يلغى. هذي بدعة. بدعة تعال العروب هذه. بدعة تعالي كنترات العرب. عقد هداف عاد كابتن. عقد هداف. عقد هداف في ألمانيا. نقرأ. أجيب لي عقد هداف في ألمانيا. اتناحى بريميتور. في الليل عودونه. في روسيا. صحيح ولا مصحيح. اتناحى بريميتور ولا ألمانيا. كنت أتعلم. فماشى. فماشى. غادي يحكموا على العمل. وليس على النتيجة والمزاجية والأمور والتعصب والمشاعر. ليه كابتن. غادي كنجير باليزي موسيون. ليه مامشى. اخوي بالماضي ستة وعشرين. ها. وانتوما تكلموا في مدربين وهو حاضر. وهو واقف. ها. هو غادي يتكلموا في مدربين. اخوي انا بالماضي. عليش ما عندوش الحق باش يطلب مستحقات وستة وعشرين. يخي قام بجريمة. لا. هو اطلب حقه. اذا طلب. انا اقول طلب حقه. لك. واوعيد اوكرر ان العقود والقوانية جعلت لي تطبق في العالم المتحذر وليس العالم. في انتظار رواية الرسمية كابتن. من من الطرفين يا جميل بالماضي والانتحاج زير يكون قدم به. يقالوا انه مدرب الريال السابق ومدرب انتخاب اسبانيا. لو بيتيجي من بين الاسماء المرشحة دي تدريب منتخاب الجزيرة. شنو رأيك عبستر. لو يوصلوا معناها الاتفاق مع الو بيتيجي معناها حاجة بشكون به. لانه الاكسبرينسة ومعندوش اكسبرينس كبيرة على مستوى المنتخبات. اقار الاكسبرينس بتاعه مع الو 19 والو 21 متاع اسبانيا. واللي كان فيز بيهم بكأس اوروبا. عندو تجربة كانت معناها ممتازة مع المنتخاب الاسباني. الحقيقة الريزولتات متاعه الدول على هذاك. اتنحق قبل بثلاث ايام من كأس عالم. بعض امضاء عقد مع ريال مادريد ومكملش. حتى علقتو مع لاعبين في فترة هذيك. تضامنوا معاه. كسيلكسونير معناها الحقيقة يكري من بون امبيانس في وسط الاكيب. على مستوى افريقيا ما عندو حتى تجربة مع رشل افريقس بيش تكون. تمن بها انتي تمن بها بي يلزم مدرب درب في افريقيا بشي بشي ياخد منتخب كيمة جزائر. هي الكورة. خاطر مثلا ديما ديما عندي الاكزاب متاع كولر. متاع كولر ولا رجال امريكي. رجال امريكي. رجال امريكي. رجال امريكي. رجال امريكي. افريقيا كابتن. بhofكي الاهStart. تقولView كابتن. أمر مدرب في افريقيا عن جميع اجانب اللي عملوا بفرموس كبيرة في كالافريقيا. التجربة الاولية من عند permission did. وتظهرها تجربة... ما فامب تفضل الآن تcade pour més effetsba didn't you? إنما في قناة هي الكورة في في افريقيا نتحدث قليل المفاهيم الكوروية اليوم. م. السنتينالي يتبادل من الأوروب يجي والسنتينال واحد داخل في الافريقيا. كوراوية الجولة هي الكورة صحيح. ما هي اللي تبدل في أفريقيا؟ المناخ، الحرارة، الهوميديتة، الالتتود، وهذه مرة والكلها مفاهيم علمية وتتعامل معها باللاسيانس ما تتعاملش معها لا بتعرف أجواء أفريقيا لا ما تعرفهاش دونك اليوم إذا الحقيقة ما هيش حكاية كبيرة لكن نحكيو عالتجربة نحكيو عالجيسيون تعالي كوبد أفريق ما يعرشش معناها كاس أفريقيا ما حتكش مع منتخبات أفريقيا نحكيو فالجيسيون أما مش يعرفوا ما يعرفش أنا نتصور إنه التجربة اللي عنده تخليه إنه يكون موجود على رأس المنتخب الجزائري لأنه وقت للي اتحاد فينا إسباني خيارة مناسبة في معانتها مدرب كيف كيف لو بيتيجي لحقيقة نتصور معناها ينجم ينجح مقارنة مع ليلوزيتش اللي هو أخذي تجربة تفضل على ليلوزيتش أنا لحقيقة خلي إنسان جديد ما يعرفش الجزائر ما يعرفش الكورة هذي ويبدأ من بين لو بيتيجي و إيرفيرونار إيرفيرونار المدرب الوحيد اللي يتحصل على كأس أفريق الأمام عزوز منتخبات زمبيا والكود إيوار شو كنت تختار لو كان أنت عندك القرار مثلا بين إيرفيرونار و لو بيتيجي الحقيقة نختار إيرفيرونار خطر اليوم المطروح أليلوزيتش و لو بيتيجي أليلوزيتش عنده تجربة كبيرة في أفريقيا كما عنده حتى تيتر على مستوى المنتخبات تيتر الوحيد شامبيانز ليغ عام سبعة وتسعين مع الرجاة ما عندوش معناه تيتر خدم الحقيقة يخدم على مستوى الخدمة في السيليكشيون كل تشوف لنبر دفات عندو دي نبر كبير مع تزير ولا مع 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 المغرب ولا حتى مع الكود إيوار عندو ما معلش حتى تيتر في في اليوم المتحدة في اليوم المتحدة في أفريق علش بش تمشي فيه؟ بالحديث على اليوزيتش كابتن تعتبر أنه نجاح منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 فما ممكن بورسنتاج كبير لفاهيدا اليوزيتش فكالنجاح هذاك في وصول المغرب للدورة النسي في نهاية؟ مش كنا نقول المغربة تقول والإفسائيين تعلقبرة محلين يقولوا اللي وحيد خلى بسمة في المنتخب المغربي من ناحية التنظيم الدفاعي هذا لقريتو على وحيده على المغرب وعلى معناها عمل معناها منظومة دفاعية خطر نعرفه إحنا المغرب كنت تقبل بيفودي اللي فيليتيس والبلان ديفانسيف كبير ولكن بجاه هو وليت صلبة هذا لقريتو والوحيد لكن تخل في سيدام مع نجوم الفريق تفكروا عليه علاقة السيدامية كانت تقول على لوبيتيجي ونعرش ونعرش رودي فلر وقت بشي غير المدرب في ألمانيا عنده نالي هم يعرف بل كومينيكي لوبيتيجي يعرف بل كومينيكي رو أكبر غلطة قادينا عمل فيها جيبوا في مترجم راهوا الرسالة تمشي تود من المدرب إلى اللاعب وليس فما الثالث يقلبها يقلبوا وشو اللي يصير في الخريج اللي المترجم يعرش الكورة يعدي الرسالة غالطة أنا معك فيها خاطر سوصان دي تارم تكنيك باش انتي ترجم دي تارم تكنيك به وثانيا بخلاف وكذا ودرب ونعرش لديناك ترجم بخلاف أنت تتعامل مع دي بذات في الجزائر تكتب عليك ودك لان كي ما في تورس يا دي كلان في الجزائر يا دي كلان يعني كي كل مندخم في العالم يبدأوش يقولوا توتي بو داني مير دومان فانتي تقول لي لوبيتيجي وكذا يا إخويي الجزائرين يعرفوا اللي بشي جي الجزائر وآخر كلمة مش يلقى بني تحتية خلق العدم هكو اللي الجزائر عنده فروس بش تخلص شو الليخ معناه بشي نظم الفريق وكهولا اكترا نقل فهمتي يعرف يتعامل مع النجوم مع العالم كابتن انو جميل بالماضي رفض عرض ضخم من العربية السعودية باثنين مليون أورو شهريا من فريق أهلي جدة اللي يضم رياض محرز معناه اثنين مليون أورو أضرب الاثناش كابتن قريب خمسة وعشرين مليون أورو في العرب نقص مليون أورو من أهلي جدة دايخ برا دايخ وقتا كابتن اصدر في عديد التقارير مو صحيح يعني مو صحيح ثلاثين مليون يورو تقارير صحفية مشكوك في أمر في الساعة وضاية كابتن نتوقع كل شيء منشيني في ثمانية عشرين في العام منشيني ثمانية عشرين في العام معناه بالماضي مو صحيح مو صحيح مو صحيح منذر الكبير وتدريب فريق كبير في الجزائر فاصلوا رجعي كابتن منذر كبير فريق شو كل مدرب أنا كنت مدربة مدرب هذيك المهنة تعنا فيها ديزاليا فيها كراهيت فيها كده تقبل انتي وزهرك ساعة ساعة بون مومون بون اندروات شيخ اللي تلقى جمعية حاضرة عم بها ولا واحد يجي في الأخر يلعب دمي فينال بعد الشلاع فينال يسكوبي يقول لنا هذي تكوبي وفما ظروف مدرب يجي في ظروف صعبة فما ليخرج منا فما ليخرج منا ولكن هذا ليس بمقياس على كفائته نحن نخلط الكفاءة مع الظروف اللي قافيها النادي شنو الظروفه شنو الرصيد البشري فلوس كده كل هذي العوامل لما تجتمع تعطي تعطي انتيجة غير ايجرية مدرب مش واحده يخت هنا نتمنى له خطر منظر منظر مظلو هنا اخويا نتمنى له كل النجاح مشال خطر وقت تعيت له الرجاة مش من فراغ ولا تعيت له السيتيف مش من فراغ اللي الافيسي بروفان تيونيزي حتى اسمه كان متروح في تدريب نيجز امريكا المصري كان متروح ويجي نهار خطر كله شبان واخر كلمة خطره معلها مش شبان معنا الجيل الجديد انا واحد قال الله يمدرب شابه وعمره خمسة خمسة سنة يعني العودة من بوابة وفاق ستيف ممكن خيار تستحسنو انت يا كابتن ليه مش خيار اذي كمانتك تمشي تراني وفاق اختيار كابتن ساعات فما دهزوف وفاق عروض يتم رفضه يا مدربين وينتلقى امشي اخدم على الروحك واخدم بقلب ورب ومعدي اشتاو نشوف انتجا خطان انه سمعة المدربين توانسة ممتازة في الجزيرة ممتازة وانا نحبه كلمة مرض معجوب الحق وان حقيقه مرض وينمشي برا يهز كلها تواسع بالتبيب بالدنيا كل كل تواسع هو كيف كيف زادا ما روح لازم عخدم ايه ما نعرفوش كونتا ومعه في وفاق ستيف معناش تشكيلة الاطار الفني لكن نروا اغلب المدربين توانسة رامي هزوا توانسة كابتن لا يكلم فيك انا على مرض محجوب حق والله حتى كي يبدأ هنا في توس بالتليفون يعاون الناس ووالبلاس دي زان ترنبان حيية من هيدا تحايا لي وعنا برشا مارينيه شوفي وسائل الاعلام وفي الساحة الرياضية العودة من بوابة فريق وفاق ستيف عب ستار فريق من اعرق الفرق في الجزيرة هو سي المنظر من الكافاءات التونسية الحقيقة اللي اللي موش ميخوا حقه بل قد سيرتو بعض البساج اللي عملوا في المنتخب واحنا اللي يجي ولي حلل ولي يجي قايم المدرب وكيما يقول الكابتن من يقايم من ما نعرفوش يقايم شكون اليوم الكافاءات التونسية تخدم البرة ومطلوبة البرة وقت اللي تشوف وفاق ستيف حتى قالك حاشتنا بالمدرسة التونسية حتى خالب بن يحيا عمار سويح ولا منظر الكباية بين ثلاثة هذوما وتشوف شكون إيرانية اليوم في المغرب وتشوف في ليبيا وتشوف بارتو معناها في افريقيا في السعود في الناس الكل المدرب التونسي يميخوا قيمتو ويعتبروه كافاءة في تونس يشاكوا فيه معدوش ديبلومات مش يعمل في اللي فورماسيون مش يعمل في اللي ريسي كلاش بالله الكريم لي انت والي تقول لنا زاد شوك فيه زعمينا مدرب أنا بكش يعرفوا هذوما بلكش احنا ما نعرفوش اليوم مدرب خالي يخرج البرة يزم يزيناء من تونس سينمان يزم يخرج البرة ويخدم البرة والخدمة توجينا لا المسكين اللي يخدم في تونس وكهو مش هو معاشي نجم الظروف لعاد تسمح حتى مدرب باشي نجم يخدم في تونس بكل ما كنا ناهي احنا نقول لهم أخي بان شونس كل مدربين تاعنا ورب يوفقهم معناها وأرض ربي واسعة في انتظاء تعيين مدرب للمنتخب الوطني التونسي بما انه تم تعيين منتصر روحيشي وانيس البوسعادي ووقتيا تم تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية للجامعة توسيري كورت قدام اللي بشكون نهار تسعة مارس من المنبر هذا ورشح الكابتن خالد حسني دي تولي رئاسة الجامعة توسيري كورت قدام شو رأي كابتن نعملوا حملة حاضرين يا رابل هنا لا لا مش بليزنتخي حاضرين يا كابتن هنا عنا كابتن كل الوسق كل الامكانيات ان هذا المنسب يتطلب نحطوا مورد صغيدي ساعة كابتن ناتاي شيدو بريس ماشاء الله علي عندو العلاقات الكل وعلاقات خارجية في بتو مع الحكومات الاجنبية ويعاونوا برهان بسيس ونجي بتزير وعندو علاقات مع الجامعة العربية عندو علاقات مع الانظمة كابتن انظمة المخابرات الكل في العالم تاو قاعد نسمعين قاعد نهار شو كده والبدعة اللي جابوها دي ويستخفوا بعقول الناس او مازلت التعينات راي كابتن تاو معانتا سي بالحسن مالوش ولا مدير فني وطني وسي ناجي جويني مدير ادار التحكيم تعينات جديدة تاو ذو ما تاو انا فاتتني المعلومة هذي ناجي جويني مدير ادار التحكيم مدير انا خاصة قطاع التحكيم اللي اعتبر انو شانتي محلول الكورة في تون الشانتي من كل النواحي معناها ورب يكون في العون اللي ناس ولكن المشكل بينو بين الاخرين طوا انتي تشوف في فرنسا كي شوازي لانترنور سي لكم اكس سي لكميتي اكزيكويتيف هي مع رئيس الجامعة مش احنا هنا عملنا كي ما واحد استدعاء للعرسة يجاو شوفونا العروسة بيه يا ولا هكا ولا هل يعقل هاتي البدعة تعمل لجنة يا جامعة انتي هو انتي صاحب القرار شو تعمل لجنة مكونة كي ما قلنا وش كو مش يختارها وعليه جاي اللجنة ديه شو معناتها تختار مدرب مو انتي تحط المقييس تحط كده وده عنقار مش هاتي مش يجيو دونك اخويا شو اذي لحب عياني سمحني يا كبت انتي توقبينا انا تكلمت على الماني شكونا الماني نسيدير بعد ما تنحها الانترنور هو ردي فلو رتاوك الماشطع فرنسا وكي بعد بعد اخذت اختيار يعني اختيار داولي فرانسا وهناich هي اللي تختار ديشان فامت تقوله الاكثر الااقل معنى انتي وزير اول انتي وزير اول تقول الان اخويا مش نعيط مش يختاروا لي الوزراء. توكلهم هذا. توكلهم تختار المدرب. هذا شو معلته. باش غد ولا يقدر المدرب هذك اللي جاء ويفش يقول احنا خطينا. انتم ما اخترتوا معنا. لا يا كابتن اختاروا انتم ما وانتم المسؤولين على. شكرا لك كابتن خالد حسني شكرا لك عب ستار موسان مش نغيب عليكم بفترة جمعتين من زمان وشاء الله نرجع لكم. كابتن. يا عوضني زماني مهدي العيدي. يلا هلنتقابل وشاء الله غدوة في سبورشيك. مساعتين ماضي ثلاثة. شكرا كامل الفاريخ. باي باي.